وفي المهر أيضا تفقد المحافظ محمد علي ياسر سير العمل في مشاريع الدفاعات الجبيانية الممول من السلطة المحلية في واد الجزع بمديرية الغيظة واشدى بن ياسر بمستوى الإنجاز في مشاريع الدفاعات الجابيونية لحماية المساكن من خطر السيول إضافة إلى الحفاظ على الأراضي الزراعية مثمنا الجهود الطيبة التي يبذلها مكتب الزراعة والمقاولون والعمال في المحافظة وقال المدير العام لمكتب الزراعة والريب المهرة سعيد القميري إن مشروع الدفاعات الجابيونية سيتم تنفيذه على ست مراحل مشيدا بالدعم الذي توليها السلطة المحلية لقطع الزراعة والريب المهرة اليوم نحن في زيارة إلى وادي الجزع منطقة الدفاعات اليابونية من حماية المدينة والأراضي الزراعية والحمد لله الأنجاز طيب والعمل مستمر وهذا شيء يثلج الصدر مع الأخوان المنفذين المقاولة المنفذ ناصر وكذلك الأخوان في الزراعة والأخوان في الإدارة المديرية وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل جهود كل العاملين والناس نحن نريد نسخر هذا كل التنمية نشكر للأستاذ محمد علي ياسر على نزول هذا الموقع وتفقد الأعمال لدفاعات اليابونية في مدينة الغيظة وهذه جهود يبدلوها وبذلها جهود كبيرة في دعم هذا المشروع يعتبر من أكبر المشاريع المنفذة حاليا في محافظة المهرة وهذه جهود يشكروا عليها بحيث أنهم قاموا بإنشاء أو دعم أو تمويل ستة دفاعات اليابونية في مواقع مختلفة في مدينة الغيظة في وادي الجزاء حماية المدينة من السيول وكمان حماية الترب والأراضي الزراعية وهذه تعطفر من الشاريع المشتدامة لمحافظة المهرة ترجمة نانسي قنقر